مرحبا بكم متابعي قناة تعلم والسفيد في حصة الظواهر اللغوية تثبيت إذن أنشطة وتمارين متعلقة بالدروس التي تعرفنا عليها سابقا أول درس هو درس التاء المربوطة إذن سنبدأ بالنشاط الأول الذين أكملوا كل كلمة بالتاء المربوطة المناسبة إذن إما تاء هكذا منفصلة عن باقي الحروف أو تاء مربوطة ومتصلة بحروف الكلمة إذن الكلمة الأولى لدينا قرياتون إذن سنكمل بتاء هكذا لماذا تاء هكذا؟ لأنها جاءت في اسم مفرد مؤنث يصح الوقوف عليها بالهاء فنقول قريه ثم نجاتون إذن نجاتون هنا هنكتبوا التاء مربوطة هكذا هنا تكتبت مربوطة لأنها مسبوقة بهذا الألف ديال المد ثم رعاتون كذلك هنكتبوا التاء مربوطة هكذا لماذا؟ لأن مفرد هذه الكلمة لا يتضمن تاء رعاتون مفردها هو راعين أخيرا عندي شجارتون إذن هنكتبوها هكذا وهذه الكلمة كتبنا فيها التاء مربوطة لأنها يصح الوقوف عليها هاء فنقول شجارة ننتقل للصرف والتحويل إذن في الصرف والتحويل لدينا أزمينة الفعل إذن شفنا على أن الفعل يتصرف في الماضي والمضارع والأمر الماضي يدل على حدث وقع في السابق المضارع يدل على حدث يقع الآن في الحاضر والأمر يدل على حدث سيقع في المستقبل أمره لكي يقوم بالفعل مثلا نقول كتب يكتب أكتب رسم يرسم أرسم خرج يخرج أخرج جلس يجلس إجلس إلى غير ذلك عندنا هنا هذه الأفعال وقف يعرض يجول عرض تقف قف يعرض أكتب كتاب إذن وقف إذن هنا وقف وقف في الماضي وقف يقف قف إذن هذا فعل في زمن الماضي سنكتبه هنا وقف ثم يعرض إذن هنا نأمره لكي يعرض فنقول عرض يعرض يعرض إذن هذا الأمر يعرض ثم معنى يجول جال يجول جل إذن يجول حدث يقع الآن يقع في الحاضر إذن هذا يدل على المضارع يجول عرض إذن عرض يعرض يعرض إذن هذا عرضنا في الماضي ثم ثم تقف وقف يقف أو تقف إذن هذا حدث يقع الآن في الحاضر إذن هذا في المضارع تقف ثم نقف إذن هذا الأمر قف نأمره لكي يقف لكي يقف إذن هذا الأمر قف ثم يعرض عرض يعرض إذن هذا المضارع أكتب إذن هذا الأمر كان أمره باش يكتب أكتب وأخيرا عنه هنا كتاب إذن كتب هذا حدث يقع في الماضي كتاب ثم عندنا أقرأ الكلمات وأركب منها ما يمكن من الجمل الفعلية إذن الجمل الفعلية هي اللي كتب بفعل إذن عندي هذه الكلمات عندي السائح في يلتقط تجول صورا المدينة زار وعند المآثير إذن طلاقا من هذه الكلمات سنكون جمل تبتدئ بفعل إذن كل جملة خاصة تكون تبدأ بالأفعال الأفعال عندي هنا عندي تجول وعندي زار وعندي يلتقط إذن كل جملة خاصة تبدأ بكلمة من هذه الكلمات اللي هي فعل إذن ممكن في جملة نبدأ بهذا تجول مدم أنها فعل تجول وباش نركب جملة مفيدة شنو ممكن نقول نقول تجول السائح في المدينة إذن هذه جملة مفيدة جملة فعلية إذن تجول السائح في المدينة ثم جملة أخرى مثلا نبدأ أحتهي بفعل نشوف يلتقط سائح صورا للمآثير إذن يلتقط إذن يلتقط السائح ماذا يلتقط صورا وهذا الصور فهي للمآثير إذن صورا للمآثير ثم جملة ثالثة نبدأ بزار إذن ممكن نقول زار السائح المدينة إذن زار السائح المدينة ونستعملنا الكلمات كاملة ونركبنا في جملة فعلية كلها تبتدئ بفعل إذن سنحصل على الجملة الثلاثة التي أمامكم نمر للتراكيب عناصر الجملة الفعلية إذن قلنا الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل حضر الولد رسم الفنان لوحة فاز الفريق إلى غير ذلك إذن دائما فعل وفاعل نشوف النشاط الأول أقرأ الجملة وأملأ الجدول بحسب المطلوب إذن عندي هذه الجملة الأولى تشهد الصوامع على حضارة المغرب إذن أين هو الفعل في هذه الجملة إذن طبعا هو تشهد إذن سنكتبه هنا ما التي تشهد شكولك تقوم بالفعل هنا الصوامع إذن هذا هو الفاعل إذن سنكتبها هنا في خانة الفاعل ثم الجملة تشهد تشهد فاس بأسواقها إذن الفاعل عندي هنا هو تشهد إذن سأكتبه هنا تشهد ما التي ما التي تشهد فاس إذن هي الفاعل سنكتبها هنا الجملة الثانية يعرف العجوز تاريخ فاس أن العجوز هو الفاعل بعد ذلك لدينا ثانيا أحول الجملة الآتية إلى جملة فعلية إذن قلنا الجملة الفعلية كتب كتب بفعل عندي أنا هنا هذا الجملة الشعب المغربي يحتفل بعيد العرش إذن كي نحول الجملة فعلية نبحث على الفعل الفعل في هذا الجملة هو يحتفل إذن خصني الجملة دي يلين بدها بيحتفل إذن يحتفل من الذي يحتفل الشعب المغربي إذن هي لغة جملة المراه الفاعل الشعب المغربي بما يحتفل بعيد العرش إذن بعيد العرش إذن هذه الجملة التي سنحصل عليها يحتفل الشعب المغربي بعيد العرش إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة شكرا لكم على المتابعة 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 المتابعة